حرب تصريحات جديدة أشعلتها اتهامات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله للرياض ألقت تصعيد الأخير بين السعودية والحزب في لبنان ظلاله على الساحة اللبنانية وتحول الصدام السياسي بين الطرفين إلى حرب إساءات باللافتات بين جمهورهما في الضحية الجنوبية لبيروت وشمال لبنان فما الذي حصل وكيف تعاطت الدولة اللبنانية مع هذه المستجدات ودعا لبنان لإنهاء ما وصفها بهيمنة حزب الله على مفاصل الدولة اشتعلت الحرب الكلامية بين السعودية والحزب بعد وصف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحزب الإرهابي ورد نصر الله باتهام السعودية بالإرهاب ودخل السفير السعودي على خط الرد الأسبوع الماضي حين وصف نصر الله بأبي ريغال فرد عليه جمهور الحزب نشر صورة له في الضحية الجنوبية ووصفته بالكذاب وأبي ريغال عندها أصدر وزير الداخلية بسام مولوي قرارا بإزالة الصور المسيئة من الضحية بحسب صحيفة المدن في المقابل رد جمهور مؤيد للسعودية على الحزب برفع لفتات موسيئة له في البداوي في شمال لبنان وأثارت الصور حفيظة جمهور الحزب الذي طالب وزير الداخلية بالتحرك لإزالتها منعا للكيل بمكيالين وبالفعل أصدر مولوي قرارا بإزالة اللفتات الموسيئة لأحد المكونات اللبنانية كما جاء في بيانه ترافق مع حرب اللافتات بين المناطق حربا إلكترونية عبر فيها المغاردين عن استياءهم من التطورات فقال سلطان يافطات خبيثة علقت على جسر البداوي بالقرب من مدينة طرابلس فيها إهانة للمذهب الشيعي كله وإهانة لسماحة السيد إن لم يقم وزير الداخلية بإزالتها وجرب الفاعل إلى السجن ولم يصدر رئيس الحكومة بيانا يستنكر فيه ما حصل فليستقيل أما حساب تحت اسم أبو إليف قال وين وزير الداخلية الكيل بمكيالين مبسوط منك طويل العمر البداوي ترابلس على أساس السعودية معيشة بالنعيم بحسب تعبيره التوتر الذي وصل إلى ذروته بين الحزب والسعودية تمدد إلى حيزه الداخلي اللبناني وانفجر انقساما بين الشارعين السني والشيعي بما يتخطى الانقسام السياسي وفق المدن فإلى متى ستستمر هذه الحرب وهل سنشهد على أحداث تصعيدية في الشارع اللبناني؟